السلام عليكم عليكم السلام عليكم حياك الله السيف الله حفظك مولاي بشرون عنكم صلى على محمد وآل محمد أهلو أيها السيف تسمعني أسمعك حياك الله ولكنت في بحث فأحببت أن أطرحه عليك يعني ماذا لو لم يخرج الإمام الحسين سلام الله عليه إلى قربلاء هل كان سيوجد عندنا عاشراء أو لطنيات أو حسينيات أو هذه البدع والخرافات مش لون حبيبي أقول أخو يا سيف الله يبيرك فيك ويسعدك وأنا أحبك وأنت شخص محترم وأتشرف بك طبعا لازم أعمل كده عشان ما يسدش أنا أنا اسمي رامي عيسى حياك من مصر ألا بيك حياك الله أقول يعني الإمام الحسن سلام الله عليه تنازل وبايع وصالح فماذا لو الحسين فعل كأخيه الحسن وبايع أو لم يذهب إلى قربلاء ما كان سيكون عندنا عشراء ولا اللطنيات ولا الحسينيات ولا البدع التي نفعلها هذه صح صح شنو صح يعني مقصد يعني يا سيف إن معتقد الإمامية الاثنى عشرية قائم على البدع والضلالات الآن وأنت رجل مثقف لا تقبل لنفسك أن تتطين كالخنازير أو تضرب نفسك بالسيف هكذا وتشوي صورة الإسلام أو تطبع على ظهرك أنت رجل مثقف لا تقبل مثل ذلك صح طبعا أنا مثقف أحسن إن شاء الله يعني أنا قصدي يعني إنت لا تقبل مثل هذه الأمور صح ليش ما أقبل لأنك مثقف يعجبت أقوى كلمة مثقف حتى لو مثقف هذا أبو عبدالله الحسين هذا صلا على الإصلاح خرج الإصلاح وإحنا بنخرج الآن للتخريب هو خرج الإصلاح وإحنا نخرج نتطين كالخنازير خرج الإصلاح وإحنا نضرب أنفسنا بالصيوف ونشوي صورة الإسلام خرج بالإصلاح ونحن نضربه بالزنجيل ونتعرى تردختك تطلع في البلقونة كده تشوف الرجال اللابسين الشرط فقط وعريانين وماشين إيه ماشين عريانين كده ليه أمام النساء في الشوارع وفي الطرقات من أجل أبي عبدالله خرج للإصلاح إيه دا رجل بيجعل ابنه يتبر ليش ليش يا حاج بيتبر ابنك للإصلاح هذه مرأة تجز شعرها كما أفضل ما رجعش ليه بتجز شعرك تحلق شعرك بالمسلش للإصلاح يا غدر بالله عليك إن كان الحسين خرج للإصلاح فما تفعلونه وأنتم إفساد ياسيف والله أنا سعيد أنا سعيد أنا سعيد ربتكلم معك أتشرف لنكون أصدقاء يا سير سير أنا فقط أريدك تعدي التفكير مرة أخرى إن شاء الله ماشي يا سير سير أقول لك أريدك أن تعدي التفكير مرة أخرى ما لك يا سير أريدك أن تعدي أنت شيء اللي أصلني أنت الآن يا سيف في قناة رامي عيسى إما تسكر الخط إن شاء الله اكتب على اليوتيوب رامي عيسى أنت في بس مباشر على القناة الآن في الستيديو والكل بيرحب بيك وبقوله مرحبا بسيف المثقف نعم نعم سيف المثقف أهلا وسهلا بك يا سيف سعداء إن احنا بنتكلم معك أهلا وسهلا أحياك الله تلعت في التلفزيون يا سيف أهلا وسهلا سهلا كتبنا الاسم سيف أبو عبد الله إيه ده أبو عبدالله حسين أصلاة المسلمين كل إصلاح كل تغيير هذا العالم من الكفر بالله أقول لي بقى إيه اللي تصلح إما خرج الإمام أبي عبدالله حسين إيه اللي تصلح إنت بتقولك أنه كفار عملي يزيد فدل في الحكم برضو زي ما هو وبعده برضو بني قمي ابن عمعوية ابن يزيد ما كان عنده ابن اسم عمعوية ولكن كان صالح كان أصلح من يزيد كمان مع إن أنا لو أحب يزيد أنا مقصدي الآن إما خرج الإمام الحسين ماذا حدث في الأمة يعني إيه اللي تغير سيف هذه أوهام أنت عيشها والله أنت صغير يعني أنا عزرك لأنك تربيت على كده لكن إما تخش تشوف البث سيف المثقف هتغير من كثير من تفكيرك أنا سعيد أقول أنك مثقف سيف فأنا بقولك أستاذ سيف أنت حافظ لطميات ها أنت آخر مرة طبرت متى نطبر كل سنة كل سنة بتنزل الدم على وجه بتطبر على ظهرك يعني بتدرب بالزنجيل على ظهرك ايه طبعا نطلع ثورة الإصلاح للسيد القائد مقتدى الصدر عزه الله اللهم أصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجا وانصور ولدهم مقتدى مقتدى ونع العدوه عدوه بس أنت كده بتنعي عدوه السستاني عدوه وخميني عدوه والصرخية أعداء والشرازية صدق الشرازي عدوه لا ده هو الإسرائيليين أوه الإسرائيليين بس عمل مقتدى في حجبه في غزة ضرب حاجة مش مهم يعديها الناس اللي بعضية المهم ياسيف المثقف أنا بس عايزك وتعايز أسألك سؤال انت ما بتضرب بالزنجيل على ظهرك يعني قدامي بياسيل على ظهرك شفت دين أمك قلتلكم دينكم دين واطي أهدوا الأتباع مقتدى السطل انت الآن اتفضحت يا سيف بسورتك خلينا طلعك بقى يا سيف سورتك انت ومن معك يا سيف علشان يكون يعرف من هذا سيف الخصيص اللي من أتباع مقتدى السطل الزنديق هذا سيف أيها الأكارم وهذه صفحته ده سيف عباس علي سيف المثقف والولا الغاب مفكر نفسه مثقف فعلا وهذه صورته ها هو سيف يا سيف المثقف سيف المثقف الغاب ها هذا سيف المثقف المثقف هي خرب بيتكم شوية بهايم شوية بهايم وقاعم تصور بتاعه شوية بهايم أمثال العراق أمثال هؤلاء ورب الكعبة اللي دمروا العراق خلاص العراق أسير يا أخوة أبدا العراق أسير في أيدي هؤلاء الزنادقة العراق أسير في أيدي هؤلاء أنا طبعا أقف لنط عشان الناس اللي بتتصر سيف عباس علي العراق أسير فأيدي هؤلاء يا إخوة خلاص يا سيفة دل أتباع مقتدى الصد وأتباع نرجس خاتون